بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولد بإذن الله الدرس الرابع في الوحدة التسعة اسمه ضرب كسر اعتيادي في كسر اعتيادي بالطريقة الخوارزمية اللي هي طريقة الضرب والاختصار العادية خدنا المرة اللي فاتت لعبة النص وعرفنا ان ازاي نضرب كسر عادي في كسر عادي لما نجيب نصه ونرجع نجيب اضعافه تعالى نشوف كده معنا درس معنا يتكلم على ايه وشريحه ايه والله يا ولد اول مسألة هيقول لي راسي سؤاله هو جدناتك ضرب ما يلي وشرط علي الخوارزمية ايه الخوارزمية دي الكسر الاولاني له بسط ومقام والكسر التاني له بسط ومقام طب ازاي نضربهم يجي ولد بيستسهل يا ولد يقوم يعمل ايه يقول لي نشد شرط الكسر يا مستر حامد اقول له تمام يقول لي نضرب اللي فوق في بعض وندرب اللي تحت في بعض واحد في اتنين باثنين اتنين في تمانية بستاشر هل الولد دا اجابته خاطئة لا اجابته صحيحة ولكن مش دا اللي انا عايز اوصله ليه لان ممكن يضرب دي في دي ويضرب دي في دي وتطلع له اعداد كبيرة ما يعرفش اختصرها طب ومال انت عايزنا نعمل ايه مستر حامد عايزك تركز في كل خطوة بقولها الدرس دا اساس هيفضل طول عمرك معك والله العظيم ركز كده معايا قبل ما اضرب دف دا واضرب دف دا نبص لطريقة المقصات المقص دا في اختصار يجي ولد يقول لي دا شبه بعض اما يبقوا شبه بعض تبقى طيبة جدا اقسم على نفس العدد عالي اتنين فهل واحد عالي اتنين فهل واحد يعني كأنك حزفت دي مع دي طب التمانية والواحد فيه بينهم اختصار اقول لك هدية اي مقص فيه واحد فيه واحد يبقى مالوش اختصار طب ليه لاني الواحد ابسط الاعداد واحد صحيح مصطرة ألم جنيه هتقعد تقسم فيه الحد امتى يا ابني دا هو جنيه يتيم يبقى مفيش اختصار طب بعد ما عملت كده اعمل ايه كده من حقك تضرب اللي فوق في بعض وتضرب اللي تحت في بعض واحد في واحد بواحد ودي بقت واحد في تمانية بتمانية خلصت المسألة يبقى قبل ما نضرب البسط في البسط والمقام في المقام نبص على الاختصار بالمقصات يلا نتضرب بقى على واحدة تانية هو انت يا تمانية تقبالي على الاربعة قالت آه سامع ولد بيقول دا اعداد زوجية ينفع يتقسمه على الاتنين جدع طب اللي اشتر منه يقول لا يا مستر فيه احلى التمانية تقبل على الاربعة يبقى نقسم على الاربعة فهل واحد على الاربعة فيها اللي اتنين اهل اسم على الاربعة اشتر ليه دبح المسألة معدش فيها اختصار للجنب دا طب ناخد المقصة التانية دايما سؤالنا موجه للكبير يا ولاد هو انت يا تسعة تقبالي على التلاتة قالت آه نبدأ بالزغير على التلاتة فهل واحد على التلاتة فيها التلاتة كده من حقك تضرب اللي فوق وتضرب اللي تحت واحد في اتنين باتنين واحد في تلاتة بتلاتة واللي اتنين وثلاتة عددين متتاليين يبقى دي معصورة وطلعة من الخلاط ما لهاش اختصار طب المقصة دا يا سين الواحد مع العشرة يا مستر انت قلت المقصة اللي فيه واحد نسيبه نمشي طب دي خمسة وخمسة شبه بعض باي باي حط واحد باي باي حط واحد بعد كده سجد تضرب واحد في واحد بواحد واحد في عشرة بعشرة شفتوا جميلة ازاي ولاد يلا واحدة كمان قبل ما نضرب نبص للمقصات المستر بيسأل الكبيري الاول هو انت يا عشرين تقبالي على الاتنين قالت ا طالما قالت ا نختصر الصغير اولا على الاتنين فهل واحد على الاتنين فهل عشرة هو انت يا اربعة تقبالي على الاتنين قالت ا نبدأ بالصغير على الاتنين فهل واحد على الاتنين فهل اتنين اضرب فوق واحد في اتنين باتنين واحد فعشرة بعشرة سامع ولاد بيقول سهلا وامشي واخد اللي بعدها اقول له بس استنى ادي نظرة اخيرة اللي اتنين والعشر اعداد زوجية يبقى لها تبسيط على اللي اتنين فيها الواحد على اللي اتنين فيها الخمسة بس خلاص اللي بعدها اللي اتنين تقبل مع الخمسة لا تلاتة مع واحد لا يبقى منحقق تضرب يبقى الاختصار يا ولاد مش عافية فيه اهلا وسهلا مفيش خلاص مش بالعافية واحد في اتنين باتنين وتلاتة في خمسة بخمستاشر وتأكد اني مفيش عامل مشترك خلاص نجي لدي الخمسة تقبل على الاربعة لا الخمسة تقبل على التلاتة لا يبقى نضرب نضرب اللي فوق في بعض وندرب اللي تحت في بعض ييجي ولد يقول لي استنى يا مستر حامد عندي طريقة تانية اقول له ايه هي يقول لي يا مستر دا دي خمسة على الخمسة اقول له يعني ايه يقول لي خمسة على الخمسة فهل واحد يعني كأنك حزفت دي معدي واتطلع يا مستر الثلاثة اربعة على طول اقول له والله برافو عليك طب افرد ولا تضرب ثلاثة في خمسة في خمستاشر وخمسة في اربعة في عشرين هيختصرها تطلع نفسي الاجابة واحدة كمان لما نضرب نعمل ايه نشوف المقصات اللي اتنشر تقبل مع الاتنين ايوة على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الستة الحق يا مستر ده دول شبه بعض باي باي حط واحد باي باي حط واحد امتى الحركة دي نعملها لو شبه بعض واحد في واحد بواحد واحد في ستة بي ستة واحدة كمان انا معك لما تتمكن من الدرس ان شاء الله هو انت يا ستاشر تقبل على الاربعة قالت آ من جدول الضرب الشطر يقول على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فهل اربعة يجي ولد يقول طب ما كانوا يقبلوا على الاتنين اقول له ايوة يا بابا لكن كل ما جبت الاعلى ان وجد يبقى افضل هو انت يا اتناشر تقبل على التسعة سامع ولد بيقول لا لا لي يا بابا يقول لي ما فيش تسعة في حاجة باثناشر كلامه صح كلامه صح ولكن منهم عامل مشترك التلاتة دي وديف جدول تلاتة ما ينفعش نقسم على التسعة شمال وينين لكن نقسم على التلاتة فهالتلاتة عالتلاتة فيها الاربعة وعايز اكد معاك على حاجة تنظيمية تعارفين مستر حامد بيحب النظام والدقة ايه هي لما تشتب فوق اكتب الإجابة فوقيه لما تشتب تحت اكتب الإجابة تحتيه مش جنبه ولا جنبه لا اللي فوق خلي فوقيه واللي تحت اجابته تحت عشان اما تيجي تضرب تلاقي الدنيا سلكة واحد في تلاتة بتلاتة واربعة فاربعة بستاشر وما فيش عوامل مشتركة باي باي خلاص خمسة وخمسة شبه بعض يا ما انت كريم يا رب اشتب واحد اشتب واحد هو انت يا تمانية تقبل على الاربعة قالت آ على الاربعة فهالواحد على الاربعة في هالتنين واحد في واحد بواحد واحد في اتنين باتنين اللي بعدها قلت لك انا معاك لما تفهم المقص ده في اختصار لا يا مستر ده في واحد وحضرتك قلت الواحد ابساطي الاعداد تبديش يا به دي اشتب واحد اشتب واحد نعمل ايه سجود واحد في واحد بواحد واحد في خمسة بخمسة نجل دي الاربعة تقبل مع التلاتة لا مش بالعافية التسعة تقبل مع التلاتة عالتالاتة في هالواحد عالتالاتة في هالتالاتة نعمل ايه دي الوقتي ولد بيقول نضرب واحد في تلاتة بتلاتة واربعة في تلاتة باتناشر امشي لا ما تمشيش كنت ممكن تحزف التلاتة مع التلاتة طب اللي مش اخد باله يختصر عالتالاتة في هالواحد عالتالاتة في هالاربعة الواحد ده شكله وعش اللي يشوفه يفتكره اربعة نهده ونصلحه ونكتبه واحد محترم شوية اللي بعدها السبعة مع الاثناشر لا يا مستر ولا يعرفه بعض العشرة مع السبعة ولا يعرفه بعض طب الولد اللماح يقول دي سبعة السبعة يا مستر يعني دي تروح معدي يا مستر يعني فيها الواحد يا مستر يبقى الإجابة التانية يا أولاد عشرة على الاثناشر ولكن الاثنين أعداد زوجية على الاثنين فيها الخمسة على الاثنين فيها الستة خدع بسيطة دي الستة مع الواحد الواحد أبساطي الأعداد نسيبه ونمشي خمسة وخمسة باي 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 اشتب واحد اشتب واحد ونضراب اللي فوق في بعض ونضراب اللي تحت في بعض واحد في واحد بواحد وليلة تقول ستة في واحد بستة كسر حقيقي جميل هو انت يا تسعة واربعين تقبلي على السبعة ايوة يا مستر امال اي جدول سبعة على السبعة في هالواحد على السبعة في هالسبعة هو انت يا اربعتشر تقبلي مع السبعة ايوة يا مستر جدول سبعة على السبعة في هالواحد على السبعة في هالتنين ونضرب واحد في واحد بواحد واثنين في سبعة باربعتشر المقص التاني هو انت يا اتنشر تقبلي مع الثلاثة على الثلاثة فيها الواحد على الثلاثة فيها الاربعة ودول متشابهين اشتب واحد اشتب واحد نضرى باللي فوق في بعض ونضرى باللي تحت في بعض واحد في واحد بواحد واربعة في واحد باربعة نكمل المقصدل شبه بعض اشتب واحد اشتب واحد يعني على الاتنين في الواحد طب دا تمانية مع الواحد شكرا واحد في واحد بواحد واحد في تمانية بتمانية الستة شبه الستة باي باي حط واحد باي باي حط واحد الستة شر تقبل مع الاتنين قول ايوة طب ايوة ابدأ بمين بالصغير هو شرط يا مستر ابدأ بالصغير لا مش شرط بس انا بعويلك على نظام نظام يمشي بيه على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها التامانية اضرب فوق واحد اضرب تحتي تبقى تمانية اللي بعده هو انت يا ثمانية تقبله على الاربعة اه يبقى نقول على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها الاتنين طب المقص ده في واحد سيبه ويمشي اتنين في واحد بي اتنين واحد في احداشر باحداشر مقص كمان المقص ده في واحد باي باي وده في واحد باي باي نضرى بالبسطين ونضرى بالمقامين والاختصار مش بالعافية واحد في واحد بواحد واربعة فاربعة بستاشر هو أنت يا ثلاثة تقبلي مع الاثنين في جدول الضرب لا سبعة مع واحد لا خلاص مش بالعافية اثنين في واحد بي اثنين ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين وما فيش عوامل مشتركة الخمسة مع الخداشر لا خمسة مع الاربعة لا حد لماح أيوة يا مستر أيوة يا مستر خمسة على الخمسة فالواحد يبقى واحد في الكسر ده ينزل الكسر ده من غير ما تتعب نفسك واحدة كمان تمانية مع الاثنين ايوة على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الاربعة الخمستاشر تقبل مع الخمسة اه تقبل في جدول الضرب جميل طب نبدأ بمين يا ولاد بالخمسة على الخمسة فيها الواحد على الخمسة فيها التلاتة اضرب فوق واحد اضرب تحت 12 كسر حقيقي وما فيش عوامل مشتركة نجل ده ركز بقى في الجد هو انت 24 تقبل على 10 لا 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 ما فيش في جدول الضرب 10 في حاجة ب24 اه فعلا يا مستر ما فيش في جدول الضرب حاجة في 10 ب24 امال يا مستر عايز تقول ايه شكلك عايز تقول حاجة ايوة عايزة اقول حاجة عايزة اقول ايه هنا ان اللي اتنين اعداد زوجية هما ما يقبلوش على العشرة سوا ولكن يقبلوا على الاتنين على الاتنين فيها الخمسة على الاتنين فيها الاتناشر طب المقصة التاني دي شبه دي باي 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 وحطي واحد جميل خمسة في واحد بخمسة واحد في اتناشر باثناشر كسر حقيقي يا ندا وما فيش عوامل مشتركة طب هاتي التاني هو انت ياربعة وعشرين تقبل على التمانية قالت اه نبدأ بالزغير على التامانية فيها الواحد على التامانية فيها التالاتة وبأكد على جدول الضرب اللي مش حافظ جدول الضرب ما يشتغلش الدرس ده ولا يتفرج على الفيديو ولا يطبق يعد في البيت الستاشر سبع ستاشر اشتب واحد اشتب واحد اضرب فوق تبقى واحد اضرب تحت تبقى تلاتة يلا يا مريم اللي بعادها التمانية تقبل على الاربعة يا مصطفى على الاربعة فهل واحد على الاربعة في هل اتنين المقص ده في واحد سيبوا ويمشي يا جودي اتنين في واحد بكم باثنين واحد في اتناشر باثناشر وهو عاى تمشي إلا ما تتأكد ده في عامل مشترك يا مستر ده أعداد زوجية على ال2 فيها الواحد على ال2 فيها الستة اللي بعدها يا نور نبص للمقص ده ال12 تقبل على ال3 على ال3 واحد على ال3 اربعة ال16 تقبل على ال2 على ال2 واحد على ال2 تمانية اضرب فوق اربعة اضرب تحت تمانية طب في اختصار أيوه ده زوجي وده زوجي والتمانية تقبل على الاربعة على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها الاتنين اللي بعدها يا ملك العشرة شبع العشرة اشتب واحد اشتب واحد التلاتين تقبل على الاتنين أيوة أعداد زوجية على الاتنين فيها الواحد نص التلاتين خامستاشر النص اضرب فوق واحد اضرب تحت خمستاشر والجنب اللي فيه واحد يبقى خلصة المسألة أتمنى من الله يكون الاختصار سهل وبسيط ومفهوم بإذن الله يا أولاد